بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد صلى الله عليه وسلم يسرني أن أرحب بكم أنا أقوكم حسن صالح مرشد من الشبكات الرقمية في الفيديو الواحد والسبعون والخاص بمنهج أساسيات وصيانة الحاسوب واللي بيغضي منهج الابلس شاهد تعلم واستمتع الانترنت لاير بروتوكولز أو بروتوكولات طبقة الانترنت في هذه الطبقة سوف يتوجد فيها يعني عدد من البروتوكولات المفيدة سواء للدعم أو أيضا لعمليات اكتشاف الأخطاء على مستوى هذه الطبقة وكذلك في عمليات التحويل والترجمة فيما بين العناوين وكذلك في عملية توجيه البيانات فلدينا هناك أمثلة على البروتوكولات الموجودة عندنا الانترنت بروتوكول اللي هو بروتوكول الـ IP حيث أن هذا البروتوكول هو المسؤول عن إدارة العناوين المنطقية والحصول على البيانات للوصول من المرسل إلى المرسل إليه مع بروتوكول الـ IP رح يكون عندي ثلاثة بروتوكولات تعمل معه وعلى مستوى هذه الطبقة عندي الـ ICMP لإنترنت كنترول مسيج بروتوكول وهذا البروتوكول مسؤول عن عملية تسليم رسال الخطأ بحيث لو اكتشف خطأ في الاتصال أو في الشبكة فبيتم إرسال هذه الرسالة تبين ما هو الخطأ عندنا بروتوكول الـ ARP اللي هو Address Resolution Protocol وهو يقوم بإيجاد الماك آدرس المقابل للـ IP آدرس يعني أنا الأجهزة لما تترسل مع بعضها البعض هي بتحتاج إلى عنوانين عنوان الـ IP آدرس للجهاز المرسل إليه مع الماك آدرس بيكون عندها عنوان الـ IP آدرس لكن إذا ما كان عندها الماك آدرس عندها رح يتم استخدام الـ ARP بحيث يتم إنشاء رسالة ورسالة إلى جميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة وهذه الرسالة عبارة عن سؤال بتسأل الأجهزة اللي رح تستلمها في داخل الشبكة إنه الجهاز صاحب العنوان الـ IP اللي موجود في داخل هذه الرسالة يقوم بالرد والرد من خلال إعطاء وتحديد الماك آدرس الخاص به عندنا بروتوكول الـ ARP وهو مثل مثل الـ ARP ولكن يقوم بإيجاد يعني بتكون العملية عكسية ريفيرز عكسي بتكون العملية عكسية يعني هنا يكون الجهاز عنده الماك آدرس لكن هو في حاجة للحصول على الـ IP آدرس إذن عندي الـ ARP هو لما يكون الجهاز عنده الـ IP آدرس ويريد الحصول ومعرفة ما هو الماك آدرس أما الـ ARP فهو العكس هو لديه الماك آدرس ولكن يريد معرفة ما هو الـ IP آدرس كذلك عندنا بروتوكولات التوجيه اللي بتقوم بعملية توجيه البيانات لأن توجيه البيانات أيضا من المهام اللي بتحدث على مستوى الـ Internet layer أو طبقة الانترنت وعملية توجيه البيانات هي أنه بيتم تحديد ما هي المسارات الممكنة ما بين الجهاز المرسل والمرسل إليه ويتم إجراء عمليات حسابية لتحديد أفضل مسار يربط فيما بين المرسل والمرسل إليه ويتم إرسال البيانات من خلال هذا المسار فهم نظام عنوانة الـ IP الإصطار السادس الـ IP V6 الـ TCP slash IP المستخدم في الإنترنت ظهر بالإصطار الرابع في عام 1973 وظل هذا الإصطار لـ 40 سنة رغم التقدم السريع للتقنية ومع الوقت ظهرت مشاكل في الإصطار الرابع للـ TCP slash IP أهمها هو احتمالية الوصول إلى النفاذ السريع لعناوين الـ IP رغم أن الـ IP V4 بيقدم أكثر من 4 مليار عنوان إلا أنه مع الانتشار الواسع للإنترنت والشبكات فهذا العدد سيصل إلى مرحلة يصبح فيها غير كافي لذلك تم ابتكار الإصطار الجديد للـ IP وهو الإصطار السادس حيث أن حجمه ازداد من 32 بيت إلى 128 بيت مما يقدم لنا عدد كبير من العناوين رح يكون كافي لفترة طويلة جدا ويعتقد أنها قد لا يتم استهلاكها بالكامل هناك دراسة بتقول أنه عدد العناوين رح يعني يكون كافي أن الشخص الواحد من عدد سكان الأرض رح يمكنه يمتلك أكثر من خمسة آلاف عنوان IPV6 أول ما سنلاحظه هو طول مساحة عنوان الـ IPV6 حيث أن حجمه هو 128 بيت ويتكون من 32 رقم وحرف وطبعاً الأرقاء يعني هنا القيم الخاصة بالـ IPV6 تنكتب بحروف وأرقام وذلك لأن صيغة كتابة عنوان الـ IPV6 هي بصيغة الـ hexadecimal ومقسمة على ثمانية خانات أو fields كل خانة هي بحجم 16 بيت وكل خانة بتحتوي على أربعة قيم hexadecimal مثال على عنوان الـ IPV6 عندنا هذا المثال اللي احنا شايفينه أمامنا كل خانة بتحتوي على أربعة عنوين IPV6 أو أربعة عنوين hexadecimal فعندي ثمان خانات واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية طبعا لها تقسيمة حسب نوع العنوان زي مثلا أنه ممكن يكون عنده global perfect وsubnet وinterface id لكن التقسيمة اللي دائما رح تكون ثابتة هي الجزء الخاص بعنوان الشبكة والجزء الخاص بعنوانات الأجهزة في داخل الشبكة يمترك الـ IPV6 addresses ثلاثة أنواع وهو إما أن يكون عنوان unicast أو عنوان anycast أو عنوان multicast بالنسبة للـ Unicast Address هو عنوان خاص لجهاز واحد في داخل الشبكة وطريقة إرسال الـ Unicast هي تعني إرسال البيانات من جهاز إلى آخر بشكل مباشر أما الـ Unicast Address وهي تعني أن يتم عنوانة أكثر من جهاز بتقدم نفس الخدمة ويتم وضعها في أماكن مختلفة بحيث عندما يقوم جهاز بإرسال البيانات إلى عنوان anycast فسوف يتم إرسالها إلى الجهاز الأقرب صاحب الـ Unicast Address والأقرب للجهاز المرسل الذي يحاول إرسال البيانات أو الاتصال وطريقة الـ Unicast هي طريقة جديدة في إرسال البيانات ظهرت مع نظام TCB slash IP أما عنوان الملتيكاست وهي تعني أن يتم استخدامها لعنوانة مجموعة البث المتعدد بحيث أنا أنشئ مجموعة ملتيكاست أو بث متعدد هذه المجموعة رح يتم عنوانتها بعنوان IPV6 Multicast ورح يتم ضم الأجهزة في داخل هذه المجموعة بعد ذلك أي جهاز رح يرسل البيانات إلى عنوان الملتيكاست فرح تصل هذه البيانات إلى جميع الأجهزة الموجودة في داخل الملتيكاست جروب أو مجموعة البث المتعدد العمل مع الـ IPV6 Addresses في الـ IPV4 كان بيتم تحديد الجزء الخاص بعنوان الشبكة من خلال قيمة قناعة الشبكة اللي هي Subnet Mask ومع Subnet Mask أيضاً كان يتم تمثيلها باختصار بعدد البت مثال 316 يعني يحدد عدد البت الخاص بالجزء المتعلق بعنوان الشبكة كمثال عندي 169-254-00-16 Subnet Mask هي 255-255-00 أول 255 تعني ماذا؟ أن أول خانتين هي لصالح عنوان الشبكة أما الصفرين فهي تمثل أن الثاني خانتين هما لصالح عنوانة الأجهزة في داخل هذه الشبكة والسلاش 16 هي عدد البت الخاصة بالجزء المتعلق بعنوانة الشبكة وذلك لأن كل خانة هي بتساوي ثمانية بت فبالتالي أنت عندك ثمانية زائداً ثمانية بيساوي المجموع 16 فتنكتب سلاش 16 بينما في الـ IPV6-Adresses فلم يعد يتم استخدام مفهوم الـ Subnet Mask أو قناع الشبكة وإنما يتم استخدام قيمة الـ Perfect اللي هي تحدد عدد البت مثال سلاش 64 يعني أنا هنا عندي كمثال سلاش 64 أنا عندي الخانة الواحدة هي 16 16 بت فأنت عندك 16 في 4 ضرب 4 تتساوي 64 فإذا أنت عندك 64 بت يعني 4 خانات لصالح عنوان الشبكة طيب عندي العنوان الـ IPV6 هو كم حجمه؟ 128 بت فلما نقول 64 بت لصالح عنوانة الشبكة فيتبقى لي 64 بت لصالح عنوانة الأجهزة في داخل الشبكة كما كان يتواجد لدينا أنواع لعنوان الـ IPV4 فيوجد لدينا أيضا أنواع مقابلة في الـ IPV6 مثال عندي عنوان الأبيبة هذا العنوان اللي أنا في حال قمت بإعداد الأجهزة اللي عندي في الشبكة أنها تقوم بالحصول على عنوانها بطريقة الأوتوماتيك من خلال الـ DHCP سيرفر ولم يكن هناك DHCP سيرفر موجود في الشبكة أو كان معطل فعندها كل الأجهزة رح تقوم بإنشاء عنوان لها ضمن الأبيبة واللي هو من ضمن المدى 169-254-200-16 في عندي عنوان تقابل الأبيبة على مستوى الـ IPV6 واللي هي الـ Link Local Address وهي تبدأ بـ FE80 أي عنوان رح تشوفه يبدأ بـ FE80 أعلم مباشرة أنه هو أبيبة يعني مو أبيبة يطلق عليه Link Local Address اللي كان معادل الأبيبة في الفي 4 والفرق من ناحية الأبيبة في الـ IPV4 والـ IPV6 ليس فقط في صيغة العنوان وإنما أيضا هناك فرق آخر يتمثل أنه عندي في الأبيبة متى ما تم تشغيل الـ DHCP سيرفر في الشبكة فالأجهزة عندي رح تتخلى عن عنوان الأبيبة ورح تحصل على عنوانها من خلال الـ DHCP سيرفر كذلك لو أنا قمت بإلغاء خاصية الأوتوماتيك وقمت بعنوانة الجهاز يدويا فلن يمتلك عنوان من الأبيبة ولكن مع الـ IPV6 فكل جهاز عندي في داخل الشبكة رح يمتلك عنوان Link Local Address سواء يمتلك عنوان حصل على عنوانه من الـ DHCP أو قمت أنا بعنوانته هو أيضا بالإضافة إلى هذا العنوان رح يمتلك عنوان آخر اللي هو Link Local Address وبيستخدمه في داخل عمليات في داخل الشبكة المحلية وهذا العنوان هو غير قابل للتوجيه أي أنه لا يخرج خارج الشبكة المحلية اللي هو موجود بداخلها عندنا العنوان الداخلي اللي هو الـ IPV4 Loopback Address حيث أنه في نظام TCB كل كرت شبكة بيمتلك العنوان 127-001 سواء أنت عنوانته بعنوان أو لم تعنونه هو بيمتلك Built-in مدمج هذا العنوان 127-001 والفائدة منه أننا نستطيع أعمل عمل تشييك على كرت الشبكة من خلال أننا نقوم بعمل على هذا العنوان هذا العنوان اللوبباك تم استبداله بالعنوان اللي قابله فيه أو اللي يعادله في الـ IPV4 اللي هو double column 1 double column يعني نقطتين جنب بعض لأن النقطتين لحالها بيطلق عليها column double column 1 1 عندنا public IPV4 addresses وهي العنوان اللي بيتم استخدامها في عملية الاتصال بشبكة الانترنت وبنحصل عليها من خلال مزود الخدمة ويعادلها كمصطلح عندي في الـ IPV6 لم يعد يطلق عليها public IP وإنما يطلق عليها global addresses أو عناوان الـ global وهي تستخدم لها الانترنت وتبدأ بـ 2000 عندي الـ IPV4 multi-cast address أيضا عندي يعادل هنا multi-cast address عندي بالنسبة للـ IPV4 multi-cast address إحنا عندنا الـ class D إحنا مش عندنا class A و B و C و D و E الـ class D هو كان الـ range أو المدى الخاص به العناوان الـ IPV4 المحجوزة لـ multi-cast addresses أو عنوان البث المتعدد بيعادلها بالـ multi-cast addresses في الـ IPV6 هي FF-00 طبعا دائما ركز على أول خانتين لأنه الـ 00 ممكن تتغير 0-1-0-2 بس الـ FF أي عنوان رح تشوفه ضمن الـ IPV6 بيبدأ بـ FF تعرف مباشرة أن هذا عنوان multi-cast طيب إنه لاحظتنا كلامنا عن الـ IPV6 إنه لا وجود للـ multi-cast اللي هو لا لا وجود للـ broadcast الملتيكاست زي ما ذكرنا البث المتعدد أما الـ broadcast اللي هو أن يكون عندي عنوان لما ترسل الأجهزة إليه بيانات بيتم إرسالها إلى جميع الأجهزة الموجودة في داخل الشبكة المحلية طبعا في الـ IPV6 هذا الـ broadcast تم إلغاؤه وتم استبداله بمفهوم الملتيكاست فلا وجود الـ broadcast كعناوين في ضمن العناوين الـ IPV6 الـ DHCP اللي هو اختصار لـ dynamic host configuration protocol وهو بروتوكول من بروتوكولات الـ TCP slash IP ويقدم خدمة في داخل الشبكة الـ DCP وهو يقوم بعملية توزيع معلومات إعدادات الـ IP على الأجهزة في الشبكة وهذه الإعدادات هي الـ IP address عنوان الجهاز subnet mask قناع الشبكة default gateway اللي هي البوابة الافتراضية اللي هو الـ router وليطلق عليه البوابة للعالم الخارجي بحيث أن الشبكة الداخلية تستطيع أن تتصل بالشبكات الخارجية والإنترنت وأيضا إعداد الـ DNS server address وأيضا هناك إعدادات IP أخرى تعتبر اختيارية بإمكاني أن أجعل الـ DCP server أجعله يقوم بتوزيعها على الأجهزة متى أحذج الـ DCP server؟ أحتاجه مع الأجهزة المتوسطة مع الشبكة المتوسطة والكبيرة أنا لو كان عندي شبكة صغيرة تتكون من 10 أجهزة 20 جهاز فأنا ممكن أقوم بعمل إعدادات الـ IP عليها بشكل بسيط يعني ما رح تستهلك وقت كبير ولا جهد كبير وكذلك لما يكون فيه تغيير مثلا في عنوان الـ DNS أو عنوان الـ راوتر إلى آخر وبمر على الأجهزة وبقوم بهذا الإعداد ولكن مع الشبكات الكبيرة والمتوسطة أنت بتتكلم مثلا عن مئات الأجهزة وألاف الأجهزة العملية هنا رح تكون طبعا صعبة جدا عليك أنت كمهندس شبكة أنك تروح على كل جهاز وتقوم به عنوانات الأجهزة وعمل إعدادات الـ IP بشكل عام كذلك لاحقا لما يحصل أي تغيير مثلا في عنوان الـ راوتر أو عنوان الـ DNS سيرفر فأنت رح تحتاج أنك تمر على كل جهاز من الأجهزة وعمل هذا التغيير فهنا عندنا سولوشن أو حل يتمثل في الـ DHCP سيرفر أنا أفعل الـ DHCP بروتوكول على سيرفر فيصبح عندي الـ DHCP سيرفر دائما السيرفرات بيطلق عليها مصطلح بناء على الخدمة أو البروتوكول اللي مفاعل عليها فمثلا عندي سيرفر أفعل على الـ DHCP فيصبح عندي مصطلح الـ DHCP سيرفر أقوم بعمل الإعدادات مرة واحدة فقط على الـ DHCP سيرفر وهو رح يوزحها على الأجهزة الموجودة عندي في داخل الشبكة طبعا طريقة التوزيح هذا يطلق عليها ماذا؟ يطلق عليها ديناميك أو أوتوماتيك بينما الطريقة اليدوية يطلق عليها Static IP Addressing Static اللي هي الطريقة اليدوية الـ DHCP لكي يحصل طبعا هنا لابد أن أروح على الأجهزة في البداية وأقوم بتفعيل خاصية أنها تحصل على عنوينها بطريقة الأوتوماتيك بحيث أنها تبحث عن الـ DHCP سيرفر بعد كذا رح يحصل عملية التواصل وتبادل للرسائل قبل أن يتم الحصول على إعدادات الـ IP ما بين الأجهزة اللي هي رح يطلق عليها DHCP Clients ومع الـ DHCP سيرفر هذه هي يطلق عليها DHCP Messages أو رسائل DHCP يحصل ما بينهم التواصل في البداية وهي كالتالي عندي الرسالة الأولى اللي هي DHCP Discover أو اكتشاف DHCP وهي يقوم بإرسالها الجهاز أو DHCP Clients تقوم بإرسالها للبحث عن DHCP سيرفر الموجود في داخل الشبكة DHCP سيرفر في داخل الشبكة عندما يستلم هذه الرسالة اللي هي DHCP Discover فسوف يقوم الـ DHCP سيرفر بالرد على الـ Clients أو الجهاز اللي أرسلها بالـ DHCP Offer والتي ستحتوي على إعدادات الـ IP اللي هو الـ IP Address Subnet Mask Default Gateway وغيرها من الإعدادات اللي أنا ممكن أختارها أزيدها أو أنقصها ورح يرسلها إلى الـ Clients الـ Clients لما يستلم الـ DHCP Offer وإذا وافق على هذه الإعدادات وأخذها وطبقها رح يرسل إيه DHCP Request وهي تعني تأكيد من الـ Clients إلى السيرفر بأنه استلم هذه الإعدادات وأنه قام بتنفيذها على على هذا الجهاز هنا الـ DHCP Server سيرفر رح يرد عليه بـ DHCP اللي هي اختصار لـ أو تأكيد وهي يؤكد فيها على السيرفر أنه أصبح لديه علم بأن هذا الجهاز حصل على الإعدادات اللي أرسلها له الـ DHCP Server سيرفر زي ما ذكرنا هذه الطريقة التباد يعني توزيع إعدادات الـ IP على الأجهزة هي الطريقة الـ Automatic أو يطلق عليها أيضا الـ Dynamic والطريقة البديلة عن الـ DHCP هو أن يقوم مهندس الشبكة بالذهاب إلى كل جهاز في الشبكة وإعداد إعدادات الـ IP يدوياً وهذه الطريقة يطلق عليها Static IP Addressing الـ DNS وهو بروتوكول من بروتوكولات الـ TCP ويقدم خدمة في داخل الشبكة و الـ DNS اختصار لـ Domain Name System و الـ DNS يمتلك وظيفة على الشبكة وهي عملية تحويل اسم الجهاز أو عنوان الموقع الإنترنت إلى ما يقابله من الـ IP Address وذلك لأننا نحن كبشر نتعامل مع الأسماء كونها أسهل في التذكر والتعامل مقارنة بالأرقام المتمثلة في الـ IP ولكن في المقابل شبكات الـ TCP لا تتعامل مع الأسماء وإنما مع عنوان الـ IP حيث أن كل جهاز يمتلك IP Address خاص فيه وكذلك كل موقع الإنترنت يمتلك الـ IP Address الخاص به وهنا سوف نحتاج إلى وسيط كمترجم يقوم بتحويل الأسماء إلى عنوان الـ IP Addresses أو يحويل الاسم إلى عنوان الـ IP الخاص به مثال أن يقوم المستخدم بفتح متصفح الإنترنت وإدخال العنوان www.google.com ومن ثم سوف يقوم بضغط Enter وعندها سوف يقوم جهاز الـ كمبيوتر بمحاولة معرفة الـ IP Address الخاص بهذا الموقع عندها رح يرسل استفسار ما هو الـ IP Address الخاص بهذا الموقع هذا الاستفسار رح يصل أو يكون موجه إلى الـ DNS كمبيوتر وهو عندي هنا في المثال 72 14 2504 على فكرة جوجل لا تملك عنوان واحد هذا كمثال على مجموعة كبيرة من العنوان التي تملكها جوجل عندها جهاز الـ كمبيوتر سوف يأخذ هذا العنوان ويقوم بعمل الاتصال بصفحة جوجل كل الـ DNS سيرفر سوف يمتلك قاعدة بيانات تحتوي على اسم الجهاز اللي موجود في الشبكة أو اسم المواقع الخاصة بالإنترنت والـ IP Address الذي يقابلها إذن الـ DNS سيرفر رح يكون قاعدة البيانات بحيث أنه لما يستلم استعلام عن عن عنوان IP Address خاص بجهاز أو موقع رح يبحث في داخل قاعدة البيانات الخاصة به طيب إذا لم يجد الـ IP Address التابع لموقع أو اسم جهاز معين عندها سوف يقوم الـ DNS سيرفر بإرسال الاستعلام إلى سيرفرات الـ DNS الأخرى في حال لم يتمكن الـ DNS سيرفر بمعرفة الـ IP Address المقابل لاسم جهاز أو لإسم موقع ولم يكن هناك لديه طريقة لاتصال بـ DNS سيرفر أخرى أو الـ DNS سيرفر الأخرى ليس لديها علم عندها لن يتمكن من الإجابة على جهاز الكمبيوتر وبالتالي لن يتمكن الكمبيوتر من النجاح في عملية الاتصال للوصول إلى الموقع والجهاز المراد الاتصال به الـ DNS سيرفر من الممكن أن يكون محلي يعني برايفت أو عام الفرق فيما بينهم لأنه لما يكون برايفت خاص يعني فهو موجود في داخل شبكة محلية أنا عندك في شبكة محلية بعاطي أسماء مثلا على جهاز الكمبيوتر أسماء عشان يكون سهل التعامل عليها وكذلك السيرفرات أسماء وبحيث وبعد كذا أنشأ DNS سيرفر داخلي وخليه يسجل لأسماء الأجهزة والـ IBS الخاصة بها ويقوم بالإجابة على الاستعلمة ضمن الشبكة المحلية أما الـ DNS سيرفر الـ Public فهو بيجيب على فهو طبعا الـ DNS سيرفر موجود في شبكة الإنترنت وبيقوم بالإجابة على استفسارات اللي يقابل أسماء المواقع وما يقابلها من IP Address في حال مثلا لو إحنا ما قمنا بكتابة www.google.com على متصفحة الإنترنت وكتبنا هذا العنوى 72-14-205-104 عندها وضغطنا إنتر عندها رح يتم فتح جوجل مباشرة دون المرور أو البحث عن DNS سيرفر لأن أجهزة الكمبيوتر مثل ما قلنا تتعامل مع العناوين لكن هي عملية صعبة أن نحن نحفظ هذه العناوين الخاصة بـ Google و Facebook وغيرها من المواقع الكثيرة فبالتالي إحنا بنتعامل مع الأسماء لأنها أسهل لنا أسئلة مراجعة الفصل الثاني عشر واللي كان مقدمة عن TCB.IP نبدأ مع السؤال الأول أنت قمت للتو بإعداد شبكة تستخدم بروتوكول TCB.IP وتريد أن تحصل أجهزة الكمبيوتر للعملاء على إعدادات الـ IP أوتوماتيكياً فأي نوع من السيرفرات سوف تحتاج لأجل ذلك الجواب هو الخيار B اللي هو بروتوكول الـ DHCP ولما فعله على السيرفر يصبح عندي DHCP سيرفر يقوم بتوزيع إعدادات الـ IP أوتوماتيكياً على الأجهزة الموجودة عندي في داخل الشبكة السؤال الثاني أنت لديك كمبيوتر بالعنوان الـ IP الـ 171-226-18-1 فما هي الفئة التابعة لهذا العنوان؟ الجواب هو تابع لـ Class B السؤال الثالث ما هو بروتوكول TCP الذي يستخدم المنفذ 80؟ الجواب هو بروتوكول HTTP المستخدم في عملية تصفح الإنترنت السؤال الرابع ما هو العدد الأقصى لعدد العناوين الـ IPv6 التي يمكن إعدادها لمنفذ IPv6-1؟ هل هو منفذ واحد أم منفذين أم ثلاثة ومحدد للأنواع؟ الجواب هو الخيار دي لا شيء مما هو أعلى وذلك لأنه لا يوجد عدد محدد لعناوين الـ IPv6 التي من الممكن إعدادها على المنفذ الواحد مع أنه قد يكون هناك قيود عملية في التطبيق العملي لكن نظرياً لا يوجد عدد محدد السؤال الخامس ما هو من التالي هي أمثلة العناوين الـ IPv6 الصالحة؟ اختر خيارين الجواب عندي الخيار A وعندي الخيار C لماذا؟ حنشوف الآن مع بعض عندي الخيار A لأنه عندي كل خانة فيها أربعة عندي خانة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية طيب الخيار C الخيار C تم اقتصاره بالشكل الصحيح احنا عندنا العناوين الـ IPv6 كبيرة الحجم لذلك عندنا قواعد اختصار نقدر نلاحظها هنا بشكل واضح عندي مثلاً هنا لا يوجد أي طريقة للاختصار فرح يتم كتابتها مثل ما هي 2001 هنا لاحظوا معايا عندي صفر على اليسار في عملية الاختصار أي صفر على اليسار أنا ممكن أحذفه لكن لا أستطيع أن أحذف الصفر لو كان في الوسط أو كان في اليمين فبالتالي أنا بدل ما أكتب صفر دي بي ثمانية ممكن أكتب إيش دي بي ثمانية والنظام رح يفهمني في صفر هنا على اليسار لذلك لو كان عندي صفر أو صفرين أو ثلاثة أستطيع أن اختصرهم مدام هما على اليسار بعد كده عندي ثلاثة سي أربعة دي ما في أي اختصار لها فتم كتابتها مثل ما هي لاحظوا هنا عندي صفرين على اليسار مثل ما ذكرنا الأصفار على اليسار من الممكن اختصارها فبالتالي تم اختصارها وتم إيش كتابة رقم 12 مباشرة عندنا هنا خانتين كل خانة عبارة عن إيش أصفار فأنا هنا ممكن أستبدلهم بإيش بدبل كوليم اللي هما نقطتين وربعض نقطتين وربعض تعني رح يفهم النظام أن عندي خانتين عبارة عن أصفار على فكرة ممكن تكون ثلاثة خانات أربع خانات كلها يتم اختصارها بإيش بدبل كوليم والنظام رح يفهمها بس طالما هذه الخانات مع بعض طيب سؤال لو كان عندي خانتين هنا أصفار وكان عندي خانتين في المقدمة أصفار هل أستطيع أكتب دبل كوليم مرتين الجواب هو لا الدبل كوليم بينكتب مرة واحدة تمام فقط ما بينكتبش أكثر من مرة فأنت تختار واحدة من الخانات اللي تختصرها إلى دبل كوليم والخانات الثانية تختصر الأربعة أصفار إلى صفر واحد عندنا هنا واحد اثنين ثلاثة أربعة رح يتم كتابتها مثل ما هي خمسة ستة بي ما في أي اختصار رح تنكتب مثل ما هي إذن أنا عندي ثلاث نقاط أنا ممكن أعمل فيهم اختصار النقطة الأولى اللي هي أي صفر على اليسار أنا بإمكاني أختصره والنقطة الثانية اللي هي إن أنا ممكن أختصر الدبل يعني لما يكون عندي خانتين فما فوق كلها أصفار بإمكاني أختصرها بايش؟ بالدبل كوليم والحالة الثالثة لو كان عندي خانة كلها أصفار بإمكاني أختصرها إلى صفر واحد إذن أنا عندي ثلاث خطوات بإمكاني أختصر فيها عنوان الـ IPV6 لكي أحولوا من هذا العنوان الكبير اللي أنتم شايفينه أمامكم إلى عنوان أصغر مما يجعله أسهل في التعامل والكتابة السؤال السادس أي من عناوين الـ IP لن تكون صالحة لسيرفر الـ DNS على الإنترنت؟ الجواب هو الخيار إيه عشرة خمسة وعشرين حداش ثلاثة وثلاثين لماذا؟ لأن العشرة أهم حاجة عند الأول خانة هنا عشرة هي مخصصة لمين؟ للعناوين عفواً فبالتالي ما تستخدم على مستوى الإنترنت أما البقية فهي عنوين من الممكن استخدامها لعنوانة أي جهاز عندي في داخل الإنترنت ومن ضمنها الـ DNS سيرفر السؤال السابع تم إعداد محطات العمل الـ Workstations على شبكات لكي تستخدم الـ DCP سيرفر وإحدى محطات العمل لا يمكنها الاتصال بالكمبيوترات الأخرى والـ IP ADS الخاص به هو 169-254-1-18 فماذا من الممكن أن تكون المشكلة؟ الجواب هو الخيار دي أن هذا الجهاز غير قادر إلى الوصول إلى الـ DCP سيرفر كيف عرفت؟ عرفت من 169-254 هذا العنوان تابع ليش للأبيبة؟ وهذا العنوان أي جهاز عندي في الشبكة بيقوم بإعداده لنفسه عندما لا يتمكن من الاتصال بالـ DCP سيرفر السؤال الثامن ما هو من البروتوكولات التالية مسؤول عن عملية إرسال البريد الإلكتروني؟ عندي الخيار الصحيح هو SMTP اللي هو اختصار لـ Simple Mail Transfer Protocol السؤال التاسع ما المنفذ الذي يعمل عليه بروتوكول الـ RTP اللي هو اختصار لـ Remote Desktop Protocol؟ الجواب هو يعمل على المنفذ الخيار دي 3389 السؤال العاشر ما هو من بروتوكولي هاي تعمل في طبقة الـ Host to Host لنموذج الدود أو اللي هو نموذج وزارة الدفاع اختر خيارين الجواب عندي الـ TCB وـ UDP كلاهما بيعملوا في طبقة الـ Host to Host وليطلق عليها أيضاً طبقة النقل اللي هي طبقة النقل سميت بذلك لأنه عندها بروتوكولين بيستخدمون في عملية نقل البيانات إما الـ TCB أو بنستخدم الـ UDP الـ TCB بيتأكد أن البيانات وصلت إلى وشهتها سليمة لكنه في المقابل بيكون أبطأ لأنه هو بيقوم بعدد من العملية بيتأكد أن البيانات وصلت إلى وشهتها وأنها وصلت سليمة بينما الـ UDP لا يقوم بهذه العمليات هو فقط يقوم بعملية توصيل البيانات دون التأكد هل وصلت سليمة أم لم تصل لذا بس في المقابل هو أسرع فعنده تطبيقات بتحتاج إلى استخدام الـ TCB وتطبيقات أخرى بتحتاج إلى استخدام الـ UDP السؤال الحادي عشر ما هي المميزتين الموجودة أو الميزتين الموجودة في الـ TCB مقارنة بالـ UDP؟ اختر خيارين الجواب الخيار الـ A اللي هو تأكيد الوصول هذه موجودة في الـ TCB وغير موجودة في الـ UDP وعند الخيار دي اللي هي الـ Fairual Circuits أو الاتصالات الافتراضية بحيث أنه يحصل عملية اتصال افتراضي على مستوى طبقة النقل فيما بين المرسل والمستقبل قبل أن يتم عملية إرسال البيانات وبعد أن يتم الانتهاء من إرسال البيانات يتم قطع هذا الاتصال أما الـ UDP لا يقوم بإنتشاء Fairual Circuit أو دائرة افتراضية أو اتصال افتراضي السؤال الثاني عشر صديقك يهتم بالأمان وعند إجراء عملية الشراء عبر الإنترنت فما الذي ينبغي لك أن تخبره لكي ينظر إليه في شريط عنوان متصفح الويب؟ الجواب هو الخيار B لهو الـ HTTPS طبعا عندي الـ HTTPS بيستخدم في عملية تصفح الانترنت ولكنه غير آمن لا يقوم بتشفير البيانات وبالتالي بيتم استخدام البديل الآمن وهو الـ HTTPS الأجزاء اللي يختصر لـ Security بحيث أنه يوفر عملية تشفير للبيانات اللي يتم تنقلها وتصفحها في شبكة الانترنت بحيث من يتجسس على اتصالك رح يحصل على نسخة من البيانات ولكنه حيحصل عليها مشفرة ولن يتمكن من الاستفادة منها السؤال الثالث عشر أنت قمت بإعدادة TCB IP host يدويا ومسؤول شبكة آخر أعطاك عنوان IP خاص بالراوتر فما هو مصطلح TCB slash IP الجواب رح يكون مصطلحه يطلق عليه default gateway أو البوابة الافتراضية وهو مصطلح يطلق على جهاز الراوتر وبيطلق عليه default gateway أو البوابة الافتراضية لأنه هو البوابة اللي من خلالها رح تتمكن الأجهزة عندي في داخل الشبكة المحلية بأن تتصل بالشبكات الخارجية وبشبكة الانترنت السؤال الرابع عشر شبكتك تعمل بالـ IPV4 أي من خيارات الإعدادات هي إلزامية لجهازك للاتصال على الشبكة اختر خيارين رح أحتاج إلى الـ A اللي هو الـ IP address و الـ B subnet mask يعني عنوان الجهاز وقناع الشبكة التابع له هذا الجهاز السؤال الخامس عشر أي من البروتوكولات التالية هي بتستخدم التوصيل الآمن للبريد الإلكتروني الجواب هو الخيار D اللي هو الـ IMAB4 الـ IMAB4 والـ POP3 كلهما بروتوكولين يستخدمان لتوصيل البريد الإلكتروني ولكن الـ IMAB4 فقط هو من يوفر خاصية الحماية السؤال السادس عشر أي من التالي بروتوكول يتم تطويره ليكون بديل آمن للتنت الجواب هو الـ SSH يعتبر النسخة الآمنة من بروتوكول التنت لأن التنت يقوم بنقل البيانات clear text نص واضح بينما الـ SSH هو بيقوم بنقل البيانات مشفرة السؤال السابع عشر أي مما يلي من البروتوكولات تستخدم TCB منفذ رقم 23 الجواب هو الخيار A اللي هو التنت السؤال الثامن عشر أي من التالي هو عنوان بس IPv6 الجواب هو لا شيء مما موجود أعلى لماذا؟ لأنه لا وجود أصلا للبروتكاست في نظام الـ IPv6 أو اللي هو تي سي بي سلاش IPv6 ولا يوجد لدي عنوان IPv6 يطلق عليها بروتوكاست تم إلغاؤه السؤال التاسع عشر أنت قمت بإعداد شبكة صغيرة والتي لا تتصل بالإنترنت وأنت تريد الكمبيوترة تكون قادر على تحديد إحداها للآخر من خلال استخدام أسماء الأجهزة فما الخدمة التي سوف تقوم بفعل ذلك؟ الجواب هو الخيار A اللي هو الـ DNS الذي يقوم بتحويل أسماء الأجهزة وأسماء مواقع الإنترنت إلى عنوان الـ IP address اللي يقابلها السؤال العشرون والأخير ما هو من البروتوكولات التالية مسؤولة عن إيجاد عنوان الـ IP إلى ما يقابلها من العناوين المادية اللي هي الـ Physical Address أو الـ Hardware الجواب هو البروتوكول الـ ARP هو مسؤول على أنه لما يكون عنده IP Address ويريد أن يقوم بـ يعني اكتشاف ما هو الـ Mac Address أو اللي يطلق عليه Hardware Address ويطلق عليه Physical Address و Ethernet Address الاكتشاف عنوان كرت الشبكة التابع لـ IP Address معين بيتم استخدام بروتوكول الـ ARP لإيجاد ذلك بإذن الله الفيديو القادم رح نأخذ فيه الفصل الثالث عشر واللي رح نتكلم فيه عن الـ Wireless Networks أو الشبكات اللاسلكية إلى هنا نصل لنهاية هذا الفيديو كان معكم حسن مرشد من الشبكات الرقمية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته